توطر سياسي شديد يسيطر على المشهد الأمريكي الداخلي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية من أجل تمرير مخصصات بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك معارضة خيار ترامب هذا لم تقتصر على رئاسة البرلمان الممثلة بزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي بل تسربت هذه المعارضة إلى مجلس الشيوخ حيث أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر رفضه القاطع لإعلان حالة الطوارئ معتبرا أن ما وصفه ترامب بالأزمة عند الحدود الجنوبية غير موجودة ووصف شومر ترامب بالرئيس المحبط الذي يريد انتزاع السلطة عبر تجاوز حدود القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه من خلال العملية التشريعية الدستورية حاكم ولايتين نيويورك وكاليفورنيا دخلا على خط معارضة إعلان الطوارئ حيث اعتبرا أن هذا الإعلان هو إجراء مصطنع وهددا بمواجهة ترامب عن طريق القضاء لتضاف هذه النقطة إلى السجل القضائي القديم الذي يلاحق ترامب منذ توليه السلطة وخصوصا فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لصالح حملة ترامب الانتخابية الحديث عن القضاء يقود إلى تصريح للنائب السابق لمدير مكتب التقيق الفيدرالي أندروم كابي كشف فيه عن اجتماعات لكبار المسؤولين في وزارة العدل لبحث مسألة عزل ترامب من منصبه وتتضمن الخطة التنصة على ترامب وإقناع أعضاء بالحكومة باستخدام التعديل الدستوري لعزله من منصبه